أسعد الله وقاتكم بكل خير عزيزي المشاهدين الكرام وأهلا ومرحبا بكم الرئيس صدام حسين يلتقي بوفد أمريكي ضم سيناتور أمريكي إسرائيلي ضمن هذا الوفد في 12 أبريل عام 1990 وفد أمريكي من الكونغرس برئاسة السيناتور روبرد دول التقى بالرئيس صدام حسين وحمل معه رسالة من الرئيس جورج بوش الأب وبعد تسليم الرسالة حصل بينهم حوار مهم ماذا جرى خلال هذا الحوار ومن الذي حضر له وما علاقة الملك حسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية والرئيس المصري محمد حسني مبارك في تنفيذ هذه الصفقة قبل هذا التدخل من قبل محمد حسني مبارك والملك حسين طلب الرئيس صدام حسين من الملك فهد التدخل أو التوسط بين العراق وأمريكا لتهديث الأوضاع وحل المشاكل وعدم تطوير الأمور إلى ما وصلت إليه أرسل الملك فهد بندر بن سلطان رئيس المخابرات السعودية والتقى بالرئيس صدام حسين بنفس التاريخ بنيسان يعني بثنين نيسان أو أربع نيسان والتقى بالرئيس صدام حسين ونقل لوجهة النظر الأمريكية على هذا الأساس اتدخل ملك حسين ومحمد حسني مبارك طبعا الزيارة اللي ترأس السينتر روبرت دول كانت إلى عدة بلدان عربية بما فيها يعني الإسرائيل آخر المطاف نهاية المطاف أن يزورون إسرائيل فاستقبلهم الرئيس كان في وقتها شمال العراق في مدينة الموصل واستقبلهم فندق نينا أوبراوي نقلتهم طائرات من روحية طائرة من روحية وطائرات من روحية إلى الموصل وتم اللقاء بين الرئيس صدام حسين وبين من جهة وبين السيناتور روبرت دول ومع أشخاص سنأتي على ذكرهم طبعا محددين أنه بالساعة الحادية عشرة من مساء داعش نيسان 1990 اتصلوا بالرئيس بوش بالهاتف وكل واحد مننا متحدث معاه وكان الرئيس بوش مرتاح لأنهم اقترحوا عليه أن يزورون بغداد فقدموا رسالتهم من رئيس صدام حسين وقلوا له أردنا أن نقدم لسيادتك رسالة وقعنا عليها نحن الخمسة وزودنا المترجمة بنسخة منها وإذا ما تيسر لنا راح نجري معاكم حوار بعد أن تكون قد قرأت الرسالة طبعا الرسالة كانت قصيرة دعنا نرى ملخص مغزى هذه الرسالة شكرا طبعا خلال استقباله لهم بسهر رمضان وخلال فترة قصيرة جاءوا إلى بغداد وهم يمثلون يعني وفد يمثل الحزبين السياسيين من الولايات المتحدة الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري وقلوا له انطلاقا من قناعتنا بأن العراق يصلع بدور رئيسي في الشرق الأوسط ربما أننا نرغب في أن نشهد تحسنا في العلاقات الثنائية بين بلدينا وقلوا له من الواضح لنا أننا لن نتمكن من حل الخلافات الخطيرة القائمة بين بلدينا إذا نحن أهملنا هذه الخلافات أو أخفقنا في الاستفادة من الفرص المتاحة لهذا السبب قاله نعتقد أنه من المهم أن نسمعكم قلقنا العميق جدا بشأن سياسات ونشاطات معينة لحكومتكم والتي تمثل حاجزا كبيرا أمام حلاقات متطورة بين بلدينا على الجو واش رادوا منه واشين السياسات والنشاطات المعينة اللي تمثل قلق عميق للأمريكان مش طلبوا منه وهل كان مجيئهم يعني مد يد الإنقاذ من ما سيقدم عليه العراق مما سيدخل به العراق من بوابة إلى بوابة مظلمة لا يعني أحد يعرف نتائجها الخطيرة هذا قبل الثاني من آب عام 1990 يعني بأربعة أشهر قبل دخول غزو الكويت قلوا له أنه بلدكم خرج من حرب طويلة وباهل التكاليف وأحنا كنا حريصين على أمن بلادكم وقلقين جدا ولكن أحنا عندنا قناعات أنكم تسعون لستطوير قدرات نووية وكيميائية وبايولوجية تعرض أمن بلادكم لخطر جدي بدلا من أن تعزز هذا الأمن إذن بالدرجة الأساس كانوا قلقين من موضوع التصريحات واللي كانت تطلق من القيادة السياسية العراقية حول تطوير الأسلحة المحرمة دوليا وما قاله الرئيس صدام حسين بالذات أننا سنحرق نصف إسرائيل إذا ما قامت بضربنا هذا اللي أثار قلقهم وراح نشوف من خلال الحوار اللي جرى بين الرئيس وبينهم وما هذا قال السيناتور اليهودي الإسرائيلي اللي كان ضمن الوقت للرئيس صدام حسين بكل صراحة وبكل وضوح طبعا قال لولو نكرر القول أنه إذا ما أردنا لبلدين علاقات أفضل فإن نشاطات كالتي يزعم أنها حصلت ينبغي أن لا تقع ثانية وختاما نحثكم سيادة الرئيس على أن يكون لكم إسهامكم النشيط والبناء في عملية السلام الجارية بين من بين مصر وبين إسرائيل وممثلين عن الشعب الفلسطيني وحكومة الولايات المتحدة شكرا على هذا الاستقبال وقال له نطلع إلى تبادل الآراء اللي ستزير بيننا في هذا اليوم طبعا فعلا اللي وقعوا على هذه الرسالة هم كل من السيناتور روبرت دول والسيناتور آلان سيمبيسون والسيناتور جيمس ماكلور والسيناتور فرانك موركوفيسكي وأخيرا السيناتور أحد أعضاء الوفد قالوا نحن الخمسة الأعضاء بالوفد أعضاء بارزين في الكونغرس الأمريكي وإذا ما جمعت السنوات خبرتنا نحن الخمسة في الكونغرس ستجد أنها تصل إلى 75 سنة من الخبرة يعني هذه الفيارة وهذا اللقاء كان يحدد مصير العراق إما ينقذوا من الكارثة اللي وقع بها أو يدخل بالكارثة وفعلا وقع وحلت الكارثة دخل العراق إلى الكويت غزي الكويت وحصل ما حصل أما قدموا عرض للرئيس صدام حسين والرئيس صدام حسين حاورهم بالمنطق اللي راح نعرضه على حضاراتكم هذه نستنبط منها مدى مصداقية وسائل الإعلام وما يرد من هنا وهناك عليش مسؤولين حاول الجيارات وفود إسرائيلية اتصلت بالرئيس صدام حسين أو مباحثات سرية بواسطة الأجل الأمنية أو بواسطة برجان إبراهيم أو بواسطة رئيس المخاورات العراقي الفلاني القرار هو قرار الرئيس صدام حسين قرار متفرد به كرئيس لمجلس قائد ثورة ورئيس الجمهورية وقائد عام للقوات المسلحة فبينوا أن الرئيس حسن مبارك كما ذكرت توسط والملك حسين أخبروهم أنه بإمكانهم أن يجروا حوار صريح ومنفتح وقلولهم للوفد الأمريكي حسن مبارك وملك حسين أن الرئيس صدام حسين رجل واضح وصريح وأنه راح ينطيكم أفكاره ولهذا وكما طلبه من السيد وزير الخارجية طارق عجيز قبل ما يلتقون بالرئيس صدام حسين أن يتعرفون على ما يمكن أن يقومون به حتى يقومون علاقتهم مع العراق وأطلعوا وزير الخارجية طارق عجيز على تقريرين صحفيين واحد من محاطة التلفزيون NBC وهو لا يتعلق بأسلحة البيولوجية وهو تقرير مطول حول قدرات العراق في مجال الأسلحة الجرثومية تقرير آخر أشار إلى بعض أعضاء الكونغس الأمريكي وهو من هدون بفرض عقوبات على العراق قل بالرغم من ذلك ومن المنصف أن نقول وعلى أساس تقاليل التي ظهرت مؤخرا في الإعلام هذا السيناتور قال أفترض أن الحديث في مسلة العقوبات سيتكرر عندما يعود الكونغس إلى جلساته في الأسبوع القادم وأخيرا أود أن أستعير كلمات من السيناتور الذي التقيتم به والذي تركتم لديه انطباعا جيدا قبل هذا سيناتور سيناتور التقى مع الرئيس الدعم حسين بحضور ألان إيريل إيريل كلاسبي وزيرة سفيرة أمريكا في العراق بحضوره وكان لقاء ودي وناجح ومثمر ونقل وجهة النظر العراقية إلى الإدارة الأمريكية فجاء دور السيناتور روبرت دول رئيس الوفد وقال طبعا الرئيس أشاد ب سيناتور سبيكتر وقال انقلوا إليه تحياتي فانطباعي عنه جيد وقد كان منصفا بعد ما رجع لأمريكا نقل وجهة النظر العراقية وما لحقوا من حيف وظلم يعني من تصريحات واتهامات باطلة فالسيناتور دول قال أنه في الحقيقة علينا قبل أن نفعل أي شيء أن نتحدث إلى الرئيس صدام حسين وقد حث أحد أعضاء الكونغرس الآخرين على ضبط النفس بهذا المجال وذكر وذكر بأن سبيكتر أشار عليه أن يجورون العراق من بين البلدان التي سيجورها خلال جولتهم ولهذا يعدون هذا اللقاء مهم وأنهم مجاوا إلى العراق بأفكار أو انطباعات مسبقة وقلوا له إذا ما أفقت مشاهدة الرئيس فإن السادة أعضاء الكونغرس الآخرين ربما يريدون أن يغفوا ما لديهم أو ربما تودون أنتم أن تتحدثوا والرئيس صدام حسين قال لهم أنا راح أتحدث ب هذا الموضوع وأنا مسترور من قولكم بأنكم لم تأتوا بأفكار مسبقة تمنعنا من التفاعل مع الحقائق طبعا هذه وثيقة تاريخية مهمة جدا نقلة نوعية في تاريخ العراق تقرير مصيره لو الرئيس صدام حسين وافق على شروط الوفد الأمريكي برئيس السيناتور روبرت دول وكأكد لما حصل الذي حصل لكن حسابات الرئيس السياسية والقيم المبدئية التي يحملها ويفكر فيها هناك من يقول بأن الرئيس صدام حسين لديه رؤية سياسية ذكية جدا داخليا لكنه خارجيا لا توجد لديه أي رؤية سياسية وجاهل بالأوضاع السياسية الخارجية لكن من خلال هذا الحوار نستنبط عكس هذه المقولة التي يشدق بها الناس غير المنصفين فقال في عالم اليوم هناك من هو كبير ومن هو صغير نحن نعرف واقعيا أن قياس الصغر والكبر صار يرتب على أساس الإمكانات المادية ولكننا لن نستسلم لفكرة القول أن الكبر والصغر يرتبطان بهذه الإمكانات وإنما ينبغي أن نسعى لأن يرتبطا بمفاهيم الله بوصفه أكبر من كل الحالات إذن إذن فحيثما كان الإنسان عادلا في موقفه فهو الأكبر وحيثما لامس الحقيقة كما هي وليس كما يتمنها أو يريدها فهو الأكبر قلنا من هذه المفاهيم أنا مسؤولا أن ألتقي بكم بالعراق وفي واحدة من مدن العراق التي يبلغ أمر حضارتها أكثر من الأربعة آلاف سنة إشارة إلى الحضارة العشورية قلنا صحيح نعرف بلدنا صغير لكن نعرف أيضا بأن الإنسانية تحتاج إلى الكبير والصغير ومثل ما هناك شيخ يرحل هناك شاب يتقدم في الطريق مثل ما أن الكبار رجلت لديهم قياسات ليقيس حجومهم إلا بوجود من هو صغير إذن فحتى بالقياسات المادية يحتاج الكبير للصغير شكرهم على صراحتهم اللي أردت برسالتهم وأعد أن الصراحة مفتاح المستقبل القائم على وضوح كافي وقال أن العراق ما يجعل من هذه الصراحة عندما توارس في بلدان الديمقراطيات الغربية لأنها تقدم خدمة للعراق في ميدانين على الأقل فهي تدل لنا عندما نخطئ وتدل لنا عندما نصيب ونتشبث بخط الصواب لننضي قال لما أنا أعتقد أن السياسيين العراقين والسياسيين الأمريكان بحاجة لأن يتعرف بعضهم على بعض وأن يتعرفوا على تاريخ البلدين من جوانب أساسية هذا كله في مجال المجاملات الديبلوماسية في الحوار المهم ما قالوا السيناتر دول أن هذا الموضوع الذي يشير قلقهم بشكل قضية أساسية بالنسبة لهم وخاصة موضوع تصريح الرئيس الدام حسين أنه سيحرق نصف إسرائيل إذا ما تعرضت فقل لماني أن أبئكم يعني إذن ألا أن أبئكم هذا بظورة عاد النظر بالأفكار والسياسات عندما تتعرفون على أن أمة بكاملها تعد الموقف الأمريكي الإسرائيلي والإنجليزي ينطوي على استفزاز الأمة ككل وهو غير عادل تجاه العراق أنتم تعرفون وأنا أعرف بأن الإعلام الغربي هو أقوى من الإعلام العربي إذن يفترض بالإعلام العربي أن يكون ضمن هذه الفترة التي حصلت فيها الحملة على العراق أقول لهم أعود لأناقش هذا الموضوع مع السادة أعظام الشيخ الأمريكي وفي مقدمة السيد روبردول وأنا عندما أتحدث بالحجج لا أقصد في هذا أن أقنعكم في كل حجة لأني أعرف أنكم تختلفون معي كليا في هذا في كل شيء وإنما احتراما لكم ذكرهم بأن الغاية من هذا التصريح حول ضرب إسرائيل أو حرق إسرائيل نصف إسرائيل لأنها تمادت كثيرا وخوفا من تكرار الاعتداء على العراق عندما اعتدت عليه في عام واحدثمانين ضرب مفاعل أو زيرات مفاعل النووي العراقي أعطوا تطمينات طبعا وقلوا لأن الحكومة الأمريكية ليست لا علاقة بهذه الحملة وقلوا من الرئيس أن هذه الحملة من أمريكا من طلقها ومن الإعلام الأمريكي والإعلام الأمريكي الرسمي قالوا لكن نحن أدن الهجوم الإسرائيلي عام واحدثمانين قال لهم نعم أدنتموا لكن أخبار كثيرة أظهرت أن أمريكا تعرف به مسبقا رجع الرئيس صدام حسين وضح لهم قلهم بخصوص موضوع ضرب إسرائيل قلهم أنا قلت إذا ضربت إسرائيل سنضربها وأنا أؤكد الآن أمامكم إن إسرائيل إذا ضربت فسنضربها وأنا أعتقد أن هذا موقف عادل ومثل هذا الموقف المسبق المعلوم والذي يساعد على السلام وليس عكس هذا إذ قد تحجم إسرائيل عن الضرب عندما تعرف بأنها ستضرب وعند ذلك إذا كان الغرب يريد السلام فعلا فمثل هذا السلوك هو لصالح السلام ولا ينزعج منه إلا الذي يريد لإسرائيل أن تضرب العراق وأيضا فعلى مع إيران وعد ما هدد بل لأن لدينا أسلحة كيميائية ولدينا أسلحة مرية حتى يكبح جماح إيران وما تفكر بغزو واعتداء على العراق وذكر هذا الأمر أمام جون نيكسون المحقق الأمريكي اللي استجوب الرئيس صدام حسين يقول أنا عقدة اجتماع مع القيادة وقدت لهم إذا سقطت علينا قمة لذرية فليكون فكي يكون الأمر عسكري واضحا لدى مدينة القواعد الجوية والقواعد الصاروحية بأنه إذا لم يأتهم أمر من أي جهة أعلى وضربت أي مدينة بالقمة لذرية عليهم أن يلقوا بأي أسلحة يمكنهم إيصالها على إسرائيل هذا الأمر ما يروق للغرب ولا يروق للأمريكان ولا يروق لإسرائيل فقلوا له يا شيات الرئيس أن خاصة دول روبردور قال له سادا اللي معايا أعضاء الكونغرس أعرف أن الأسلحة الكيميائية قد حرمت في اتفاقي جنيف وأعرف ولا أنس التزاماتنا وبأننا وقعناها ولكن هل الأسلحة الكيميائية أخطر على البشرية من القنابل النووية فالرئيس قال له أنتم مواطنون ومسؤولون في دولة عظمى وتعرفون علميا وعمليا ماذا يعني كل سلاح وتعرفون أنه عندما حرمت الأسلحة الكيميائية فقد حرمت من أطرافك كل فكيف تريدون من العراق أن لا يستخدم الأسلحة الكيميائية في مواجهة قنابل ذرية لدى جهة تعربد وتهدد باستمرار الوطن العربي العراق فهل الأسلحة الذرية أكثر فتكا أم الهيدروجينية فرد عليه قال له روبرد الأهلاء الهيدروجينية قال له إذا حرب وقعت بينكم وبين الاتحاد السوفيتي هل تميزون واستخدم الاتحاد السوفيتي القمة الذرية هل راح تميزون بين الهيدروجينية والذرية عندما توجهون ضربة مقابلة فكيف إذا كان العكس واستخدم الاتحاد السوفيتي الهيدروجينية ضدكم ألا تستخدم ضده القمة الذرية هذا الحديث حقيقة كان مباشر وواضح وصريح بين الرئيس صدام حسين وبين روبرد دول السيناتور ومعه أربعة من أعضاء الكونغرس من بينهم الصهيوني أو اليهودي اللي راح نأتي على ذكره طبعا من هناك إشارة إلى أن إبليل جلاسبي السفيرة الأمريكية كانت موجودة من خلال هذا الحوار لاحظت أنها تأكد كسفيرة للعوية المتحدة أن هذه هي سياسة الحكومة الأمريكية أيضا أشار السيناتور روبرد دول قال أنه نحن بالكونغرس نسعى لأن نبدل ما بوسعنا في هذا الاتجاه وقد يختلف الرئيس مع الكونغرس وإذا ما تؤفر توجد نظر مختلفة له الحق في أن يعبر عنها ويمارس صلاحياته بشأنها قال له نحن نعرف أهمية العراق أنتم البلد الثاني في الاحتياط النفتي وأنتم أكبر بلد في المنطقة وتاريخكم مديد ونحن نفهم أهمية العراق حتى في عملية السلام رغم كونكم لستم في المقدمة فيها عندما نتحدث عن السلام في المنطقة وعن السلام لكل البلدان في المنطقة كذلك فيما يتعلق بالأسلحة سواء كانت بيولوجية أو كيميائية أو نووية نعمل أن يكون هذا جزءا من تسوية شاملة لجعل هذه المنطقة خالية من هذا النوع من الأسئلة قال له الرئيس الدمسين نعم ما تقوله هذا يناسب العرب يناسب نحن زين فقال له دون نريد أن نقول كيف يمكن أن نحسن علاقاتنا عندما نقرأ تقريرا من هذا النوع ذكر التلفزيون في الولايات المتحدة أنكم في منطقة سلمان بق جنوب بغداد تطورون فيروسا جرثوميا للحرب ليدمر مدنا كاملة فقال له دعنا نسأل الرئيس الدمسين هل يملك الأمريكان أسلحة بيولوجية أم لا وهل تملك إسرائيل أسلحة بيولوجية أم لا وهل يملك العالم أسلحة بيولوجية أم لا بغض النظر عن استخدامها هل لدى العالم بحوث وليس أسلحة أم لا قال له ليس في الولايات المتحدة نبذت الأسلحة البيولوجية من قبل الولايات المتحدة منذ عهد الرئيس نيكسون قال له أكو الرئيس قال له ما أكو بحوث حولها أم لا هل هناك بحوث حولها أم لا قال له نعم نجري بحوث ولكن ليست هناك أي عملية ينتج لنا فرد على الرئيس صدام عشان قال له هل محرم على القاهرة أن تجري بحوثا في الميدان البيولوجي أم لا قال له العلم البيولوجي ممنوع ولكن إنتاج الأسلحة البلوجية مثل هذا تهدينا خطيرا هذا اللي قال له رد عليه بوب دول روبرت بوبدول فرجع الرئيس صدام حسين قال هذا نوضح للسادة أعضاء الكونغرس وقول نحن نعرف ماذا تعني الأسلحة البيولوجية نحن نعرف أنه إذا ما استخدمت في هذه الوسيلة فإن الحال قد تصل إلى حد لا يمكن السيطرة عليها إذن نطمأنه من هذه الناحية هي أن الرئيس طمأنهم قالهم نحن نجري بحوث ولا ننتج هذه الأسلحة ولا نستخدم هذه الأسلحة لا توجد لنا أسلحة بيولوجية ولكن لدينا أسلحة كيميائية لكن هل يستطيع الرئيس بوش أن يقول لي أو لأعضاء المجلس الوطن العراقي كما قلت لكم عن العراق أن إسرائيل ليس لديها أسلحة بيولوجية إنني قلت عن العراق ولكن هذا بإمكان الرئيس بوش أن يقول عن إسرائيل أن إسرائيل ليس لديها أسلحة بيولوجية أريد أصل إلى طبعا كان جالس بهذا الاجتماع أيضا طارق عزيز وغلق قلم أنتم سمعتم تصريح الرئيس صدام حسين حول استداد العراق ليخلاق منطقة الشرق الأوسط بكاملها من أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك إيران الرئيس أكد له وقال له في ذلك إيران فأكد طارق عزيز قال له نعم في ذلك إيران بما في ذلك إيران من كل أنواع أسلحة الدمار الشامل وهذا تصريح رسمي ويلجم الحكومة العراقية وبإمكانكم أن تعلنوه أنتم ذاهبون إلى إسرائيل هل يستطيع أن تحصل على تصريح مماثل من الحكومة الإسرائيلية أنت تعرف السياسة الإسرائيلية يا سيناتور لا أعتقد أنك ستستطيع أن تحصل على الاتزام بهذا الوضوح من رئيس جراء إسرائيل كما حصلت على هذا الاتزام من الرئيس صدام حسين يعني الوفد أخذ عهد ومثاق من الرئيس صدام حسين بعدم تطوير أسلحة كيمياوية بايلواجية استخدام الأسلحة البيولوجية بنفس الوقت طلب أن يطلبوا من إسرائيل هذا المطلب فأكدهم قالهم سأعمل للحصول على تصريح روبرت بول السيناتور الأمريكي قالهم راح أسعى للحصول على هذا التصريح قالهم أنت سعيت للحصول على هذا التأكيد من رئيس العراق وقد حصلت عليه أرى أنك ستسعى لحصول على المثال تصريح من إسرائيل ولكنك لن تحصل عليه وأرجو أن تقول هذا في الكونغرس الأمريكي قالهم أنا راح أسعى إذا ما توفرت لأيه فرصة على نفس التأكيد من قادة إيران ولكن ممنوع علي حتى السلام أو الحديث معهم قالهم ليس فقط إسرائيل حتى الإيرانيين إذا ما توفرت لليقابهم أيضا نتحدث موركوفيسكي سيناتور الأمريكي وذكر قال ندرك تاريخ الشرق الأوسط ونقرب وجود تاريخ الصراع في هذه المنطقة وأنكم ما زلتم في عملية هذا الصراع بعد حرط طويلة مع إيران وأنكم ما زلتم في عملية عادة ترتيب أو ضاع بلادكم نحن في الهاتف المتحدة ننظر إلى مطقة الشرق الأوسط كأنها بربيل بارود متفجر توجد فيها كميات هائلة من الإمكانيات الحربية العسكرية والأسلحة المتقدمة تقنيا طبعا الرئيس صدام حسين كان دبلوماسي و واضح وصريح معهم وفي نهاية اللقاء حصل ما لا يحمد عقباه أن بعد أشهر من هذا اللقاء غزى العراق للكويت وكل شيء انتهى سأعود إليكم في حلقة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة